مساء خير، شكراً لحضوركم في هذا المؤتمر الصحفي بعد انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة للحكومة اليوم بعد الظهر في بحر 48 ساعة عقدت الحكومة اجتماعين مهمين، قبل يومين كان اجتماع استثنائي وفي هذا المكان كان الدكتور علي عبدالأمير علاوي وزير المالية لتقديم وشرح مشروعة هذا المشروع اليوم نوقش مرة اخرى باستفادة في داخل اجتماع مجلس الوزراء وتم التصويت عليه فاصبح قرار للحكومة العراقية حقيقة هذا القرار مهم جداً هو قرار اصلاحي قرار مسكون ومهووس بالعدالة عندما نتوجه للمواطنين وايضاً قرار يريد ان يقول لابناء شعبنا ما هي حالة البلد اليوم الحالة الاقتصادية قدرتنا على مواجهة الوضع الحالي وبالتالي كيفية ادخال هذه الاصلاحات الحكومة اكتملت منذ 48 ساعة ايضاً ولكن انتم شهود بانه منذ شهر والى الان في كثير من الاشياء اجرت وسوف تستمر هذه الحكومة الكلمة التي يمكن حقيقة وصف هذه الحكومة بها هي حكومة اصلاح وهي ليست حكومة سياسية بالمعنى الكلاسيكي لديها تصوراتها عن مفهوم الوطن والوطنية واين نريد ان نذهب ماذا يجمعنا نحن الكل ولكن هي حكومة اصلاح وحكومة فنية وحكومة تقنية فبالتالي هي مشغولة بهذه المعطيات المشروع الذي اصبح قرار اليوم بعد الظهر هو حقيقة حزمة مقترحات كانت مالية هي ضرورية نشعرها لانه لا نخفي عليكم وانا قلت في المرة الاولى سوف لا تكون لنا لغة خشبية بالتوجه الى الشعب من خلالكم الوضع الاقتصادي ليس بحالة جيدة هناك عجز مالي هناك مدخول دون مستوى حتى تغطية الرواتب الوضع الاقتصادي الان تقريبا واقف نتيجة جائحة كورونا اسعار النفط في وضع مقلق اليوم صحيح سعر البرميل ب42 دولار ولكن هذا السقف بحذ ذاته لا يكفي لتغطية الرواتب ولكن ممكن في اي لحظة نتيجة وضع سياسي نتيجة وضعه دولي جيوستراتيجي دينهار مرة اخرى سعر النفط هناك مخزون من النفط الاحتياطي ان كان في خزانات الدول وفي بعض الاحيان في البواخر الكبيرة موجودة في البحار على سطح البحار مخزون كبير فلذلك توقعاتنا بانه اسعار النفط سوف لا تشهد ارتفاعا كبيرا هذا يدفعنا الى المزيد من الواقعية عندما نتناول الملفات الاقتصادية الاساسية اعود واقول انه القرار هذا هو قرار عادل ايضا لانه توجه الى المواطنين حسب مدخولهم الشهري وحسب امكانياتهم والدعوة للمساهمة في هذا المجهود الموظفين ذو الدخل المحدود والكسبة سوف لا يمسهم هذا القانون ابدا فلذلك كل ما يقال من تهويل ويعادة تفسير لهذا القرار هو حقيقة بعيد عن الواقع سوف يكون متاح هذا القرار ربما هو متاح الآن في المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي عبر التلفزيونات والراديو وسوف تكتشفون بنفسكم ما هو الخط الواصل بين فقرات هذا القرار من يشمل يشمل بالأساس هي الدرجات العليا من الموظفين فيه هناك دعوة والآن أصبح قرار ملزم للمشاركة في المجهود العام هؤلاء الموظفين حتى التوجه لهم حقيقة ليس بنسبة عالية وكبيرة بنسبة أقل من عشرة بالمية فلذلك هذا ضروري هي هذه بداية عملية إصلاح ما تم اتخاذ اليوم لا يكفي لتجاوز الأزمة لا يكفي حتى لتخطية الرواتب ولكنها بداية الحكومة الآن بعد حزمة الإصلاحات هذه في الجانب المالي هي دتعد حزمة إصلاحات في الجانب الإداري وعمل الدولة وعلاقة المواطن بالدولة وما ينتظره المواطن من الدولة من خدمات وما ممكن أن تقدمه الدولة وأيضا حزمة إصلاحات لتسهيل عمل السوق المحلي تخفيف الضغط على السوق المحلي من ناحية الإجراءات كثير بيروقعاتية متراكمة سابقا تجزيع الاستثمار التوظيف استقدام الرئاسمال من الخارج عملية تحريك السوق الداخلية النقطة الثالثة ضمن حزمة الإصلاحات فيما بعد علينا أن نفكر حقيقة بشيء أنه نحن ورثنا دولة مترهلة جدا بين الموظفين والمتقاعدين لدينا أكثر من ستة مليون شخص ستة مليون ينتظر شهريا مرتب من الدولة ومدخولنا الأساسي هو من النفط الانتاج الوطني لم يتم تنويع منذ فترة كثير من القطاعات تم تجميدها لسنا هنا وهذا بعيد عننا أن نحاول أن نجرم الموظف العامل لدى الدولة ولكن نقول علينا أن نقوي من مرافق الاقتصادية الأخرى فتح السوق الداخلية أعطاه شيء من النشاط عدا ذلك الأمور تصبح صعبة خاصة في الظروف الحالية هذا أصبح قرار معتمد وسوف يكون متاح أمامكم إذا تحتاجون أي سؤال أبواب الوزارات مفتوحة المكاتب العلامية للحكومة أيضا متاحة أمامكم التفسيرات الحقيقية ما يتعلق بالأرقام ما يتعلق الفئات المعنية إلى آخره نحن مستعدين تماماً لنقدم الأجوبة في هذا المجال قد تسمعون هنا وهناك أنه أجهزة ما تتمتع أكثر من نصف مليون نتيجة هذه عملية تهويل وتخفيف المواطن أكثر من ما هي حقيقة في هذا الجانب النقطة الثانية التي تناولها الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء طبعاً ما يتعرض له البلد جائحة كورونا وزيرة صحة حقيقةً هو في الخط الأول في هذه المعركة وهي معركة ضد هذه الجائحة ضد هذا الوباء قدم عرض طبعاً الوباء هو في انتشار عدد المصابين لم ينخفض من الجانب الآخر بدأنا نشعر أنه إحساس المواطن نحن أمام حالة جادة عدم التخفيف من شأنها أيضاً لسنا باتجاه تخفيف أكثر بأنه العراق أصبح بؤرة وباء لوحده في هذه المنطقة لو نرى إلى بلدان قريبة من العراق مثل السعودية نسبة الإصابات بفيروس كورونا أكثر من العراق رغم إمكانياتهم المادية والنظام المستشفيات لديهم أقوى نتيجة ظروفهم المستقرة أكثر لو نظرنا حتى إلى بلد مثل قطر سكانها متواضع ومختربيها كل قطر ومختربيها لا يعادل احتمال مدينة الصدر بذاتها ولكن نسبة المصابين هناك أيضاً أكثر نحن لدينا حالة جادة الوباء في انتشار ولكن هناك بعض الإجراءات التي تجري من خلال وزارة الصحة السر إضافية أضيفت حوالي ثلاثة آلاف وسوف تضاف في الفترة القادمة بشكل عام هذا الذي تم الحوار بشأنه في داخل مجلس الوزراء وهناك كانت قرارات ونقاط إضافية إدارية أعتقد سوف تطلعون عليها من خلال العرض لمجريات عمل مجلس الوزراء اليوم وأنا تحت تصرفكم لاستقبال ثلاثة إلى أربعة أسئلة السلام عليكم دكتور يا أهلا فالح وهي مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز دكتور ما هي أهمية الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي بالنسبة للعراق شكراً زي شكراً لدي هذا السؤال حوار بين العراق والولايات المتحدة دائماً مهم وأساسي سوف يبدأ الحوار يوم 11 هذا بدء الحوار حقيقةً مثل ما تفضلتم ستكون في مجالات عدة ومحاور من ثقافي إلى علمي إلى اقتصادي وفيها أيضاً جانب أمني وجانب عسكري لحاجة العراق منذ 2003 إلى اليوم نتيجة الظروف التي مر بها كانت هناك حاجة لطلب المساعدة والحضور والتأهيل من قبل الولايات المتحدة الوضع العراقي لديه مشاكل اقتصادية لديه مشاكل في المنطقة ولكن يتعافى عسكرياً هناك تواصل مع الجانب الأمريكي نحن نحاول أن نكيف هذه العلاقات بقدر حاجة ومصلحة العراقيين وبقدر الدفاع عن سيادة الدولة العراقية هناك اتفاق حول هذه النقاط الحوار سيبدأ اليوم هذه المرحلة الأولى ولكن ستستمر في الفترات القادمة وسوف تأخذ مديات أقوى وأبعد اليوم بمستوى وكلا وزراء فيما بعد الأمور سوف تتقدم أكثر ولكن النقطة التي تجمع أنه للعراق علاقات مفتوحة مع دول العالم بما فيه مع الولايات المتحدة من حقه أن يقوي هذه العلاقات لمصلحة العراق وأنه نشعر بأنه علاقات متوازنة مع أمريكا هي مفيدة للعراق مثلما هناك علاقات متوازنة للعراق مع إيران السعودي وبلدان أخرى فيصل هذه العلاقات حقيقة هي مصلحة العراق والشعب العراقي مراهيم المحمود مراسل قناة آينوز يعني بداية حكومة سيد مصطفى الكاظمي الحكومة الجديدة وأيضاً اكتمال الكابينة الوزارية سؤالين السؤال الأول يقول هناك ملفات كثيرة تحملها الوفد المفاول لبغداد مع واشنطن ما هي هذه أهم الملفات التي تتحمل وأيضاً العلاقات الخارجية هل ستكون متساوية مع جميع الدول سواء المجاورة والإقليمية السؤال الثاني يعني الوزارات المعنية اليوم هناك تظاهرات كثيرة كوزارة التربية التعينات الجدود وزارة الكهرباء العقود الأجور اليومية هذا الموضوع جداً بدأ ينتشر للعيان وتظاهرات بدأت تنتشر في بغداد وبقية المحافظات أين مرتبات الموظفين سواء على التربية أو الكهرباء أو بقية الوزارات شكراً جزيلاً نعم بيتعلق بالسؤال الأول أعتقد أنه جوابت على قسم من عنده هذه ليست مفاوضات بداية حوار حقيقة الحوار مع الولايات المتحدة يستمر مثل ما كان حوار أو سيكون حوار مع البلدان الأخرى حاجة ومصلحة الشعب العراقي سوف يحكم هذا الحوار من مقدار دعم هذه المفاوضات هذا الحوار إلى حاجة الشعب العراقي سوف نستمر به هناك حاجة سوف يكون هناك تحاور في مجال إقصادي في مجال الثقافي في مجال الطاقة في مجال الأمني لملا في المجال الزراعي نحن أمام دولة كبيرة ذات إمكانيات وتجربة هائلة اسمها الولايات المتحدة ليست فقط هي سلاح قد نكون اخطأنا في هذا الجانب عندما نحصر الأمر فقط في مجال السلاح علينا أن نستفيد أكثر من في مجال الزراعة في مجال العلوم في مجال الثقافة الإصلاح الإداري إلى آخره هذا ما يتعلق ببداية الحوار حقيقة النقطة الثانية جوهر الإصلاح المالي وترشيد انفاق الحكومة هو حقيقة العمل بجدية وبسرعة لضمان أول شيء مرتبات الموظفين هذه كانت مهددة لنتيجة الإرث الذي وصل الحكومة من الإدارات السابقة النقطة الثانية الوضع الاقتصادي الدولي الذي ضرب السوق العراقي والأسواق الدولية في هذا الجانب أيضا هناك تركة ثقيلة علينا أن نديرها في هذه النقطة ولكن نستطيع أن نقول بأن الحكومة جاددة تعمل من ناحية الضمان والاستمرار دفع مرتبات الموظفين هناك نقطة ثالثة وأعتقد في الأيام القادمة سيتم التوقف عندها هو الترهل في بعض الأحيان الوقوف أمام تعينات هائلة جرت هنا وهناك قسم من عدد طابعة محابات هذه ستكون مراجعة في هذا المجال وربما أيضا فتح ملفات قضائية في هذا الجانب الدولة العراقية اليوم وباقعها الاقتصادي لا يحتمل نحن أمام مسؤولية سياسية أمام مسؤولية أخلاقية أيضا الحكومة تعمل بجد وطوال الوقت لضمان ضمان مرتبات الناس ضمان معيشتهم وهي تقدر جدا تقبلهم وتفاهمهم رغم حزمة الإصلاحات هذه حقيقة لم نسمع كثير من الخلاف مع مقترحات الحكومة إلى الآن في مطالبات هنا وهناك هذه مشروعة نأخذها بالاعتبار ندرسها ونحاول أن نستفيد من بعضها إن كانت مفيدة في هذا الجانب الحكومة فاتحة ذانيها لهذا الشيء ولا الحوار أما الأشياء الأخرى حقيقة نتركها جانبا ليست وقت مماحكة بقدر الآن وقت عمل مصطفى القطان مصطفى القطان قناة الغد العربي تفضلتم حضرتكم بأن هناك ربما ترهل في دول العراقية أكثر من ستة ملايين موظف ومتقاعد وبالتالي ربما القطاع الحكومي لا يتحمل مزيد من الخريجين هل من خطتكم في المستقبل تفعيل القطاع الخاص أسوة من بقية الدول من أجل استيعاب ربما جيوش الخريجين في الأيام المقبلة أو في السنوات المقبلة؟ نعم شكرا لهذا السؤال هو أساسي حقيقة الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاحات سوف تشمل عملية إصلاح النظام الإداري لتشجيع السوق الداخلية لتشجيع الاستثمار لتشجيع التوظيف من داخل العراق ومن خارجه هناك نقص شديد مريع في هذا الجانب وهناك حقيقة أشياء تعيق حركة السوق العراقية في بعض الأحيان ثقافة متوارثة في بعض الأحيان بيروقراطية متراكمة في بعض الأحيان سهولة بالتعاطي مع ذلك قد يجوز أحكام أجيالوجية اليوم كل العالم من الصين إلى الولايات المتحدة من النرويج إلى أرجنتين يعملون بنظام اقتصادي حديث يدخلون السوق كآلية فاعلة لتنشيط الاقتصاد هناك آليات للدولة للحفاظ على حقوق المواطنين هذا ما يسمى الإدارة المجتمعية للسوق العراق سوف يكون فتحالة متوازنة بين الثنين أولا بفعل وزن الدولة مردود الدولة الأساسي اللي هو النفط والريع النفطي وجزء الثاني سوف ندفع أكثر فأكثر لتنشيط السوق الداخلية تقريبا الكلمة التي ستقود العمل الإصلاحي اللاحق هي تنشيط السوق العراقية الداخلية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي لهذا السوق العفو سيد رئيس التحرير وكالة نقطة ضوء محمود منديل بخصوص تعهد سيد رئيس الوزراء بخصوص المكونات والديانات بحيث أنه تم استيزار وزارة الهجر والمهجرين للمكون المسيحي ووزارة جديدة للمكون التركماني سؤال لحضرتك هل يكون الوزارة الهجر والمهجرين مثلا كانت الوزيرة مسيحية هل يكون مثلا باعتبارها هي وزارة أقليات يكون الوكيل مثلا أيزيدي أو مدرعام صابي أو بالعكس من هذا الباب هذا من باب أنه مثلا لا يوجد بالحكومة منصب للديانة والمكون الصابي أو الأيزيدي ومتى يتم تنصيب الوزير التركماني شكرا شكرا لهذا السؤال حقيقة العراق غني بتعددية التعددية فيه تتجاوز في بعض الأحيان بمجامع صغيرة قد يجوز عدد وزراء الحكومة بالنسبة لرئيس الوزراء لديه خطين مفهومين يقودان في عمله هو يأمن حقيقة وبعمق بدولة المواطنة المواطنين أمام القانون سواء هذا يأمن بها بعمق فلذلك سوف لا يدفع ولا تنتظرون من جانبه أن يدفع باتجاه دولة متشضية على أساس هويات ومحاصصة وهذه ولكن أيضا لديه عمل ومبدأ أن العراق أيضا متكون من جماعات تاريخيا دينية وثقافية فالموضوع هو الجمع بين هذه التعددية وبين دولة المواطنة دولة المواطنة تأتي من خلال فرض القانون احترام القانون أعطاء الفرص للمواطن المهنية بالتعامل لذلك أنا بدأت قلت هذه الحكومة مهنية وإيضا في نفس الوقت هذا الثقافي الواقع الثقافي المتعدد المزايك المرحوم الرئيس جلال طلباني يسمىها شدة ورد العراقية فهذا يجب أن تحترام وأن يفسح لها المجال في كل وقت إذا كانت تريد أن تقدم شيء في هذا الفضاء الوطني العام هل يتم ذلك فقط من خلال وجود في وزارة ووزير ربما لا نعتقد ذلك الإتاحة لها من خلال التعليم من خلال الثقافة من خلال النشر من خلال الظهور من خلال التلفزيون من خلال التواصل هذه أيضا أدوات من خلال علاقتها فيما بينها ومع الجماعات الأخرى في داخل المجتمع وخارجك هذه كلها أدوات ما نسمى عملية دمقراطة في داخل المجتمع بين المجامع هذه في الداخل ونحو الخارج نحن بحاجة للذهاب أكثر فأكثر في هذا الاتجاه تسييس الهويات ما دون الدولة من خلال حضورها فقط في الحكومة والحكومة هي مؤسسة نعم إدارية نعم ذات مسؤولية وطنية ولكن أيضا سياسية هذا النوع من التسييس ليس بالضرورة دائما مفيد بما فيه للجماعات نفسها التي تحاول أن تظهر ضمن هذه الصفة والصيغة في الأيام القادمة قريبا جدا سوف ترون مجموعة مبادرات من رئيس الوزراء بهذا الاتجاه سوف يكون في مناطق متعددة سوف يتحدث مع أبناء مناطق عديدة يشعر بأنه كثير من هؤلاء تعرضوا إلى أذى كبير ليس من العراقين الآخرين نتيجة ظروف العراق الحالية نتيجة الإرهاب بقايا داعش بعد يوم يومين نمر إلى ذكرى هذه الذكرى السيئة هي داعش فلذلك نعرف ماذا حصل بأبناء مناطق واسعة في نينوة في مناطق أخرى فكونوا مطمئنين من هذا الجانب سؤال أخير السلام عليكم نصير النقيب وكالة آنينونس الدولية في ظل المعالجات التي قامت بها الحكومة مؤخرا لمعالجة الأزمة المالية رأينا هناك زيارة ناجحة من قبل معالي وزير المالية إلى كل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت السؤالي هو هل تم طلب الاقتراض المالي المباشر من قبل تلك الدولتين للعراق بالتالي سنشهد دخول رجال أعمال والمستثمرين السعوديين والكويتين للعراق أيضا عودة السفير السعودي مجددا إلى العراق الشقة الثانية من السؤال الحكومة قررت أن تقترض من المصارف الحكومية ماذا بشأن المصارف الأهلية المنظوية تحت رابطة مصارف خاصة هل ستقوم بالحكومة أيضا الاقتراض من المصارف الخاصة تأمين السيولة تأمين الرواتب غيرها شكرا جزيلا شكرا للسؤال ما يتعلق بالشق الأول قبل يومين بالضبط الوزير علاوي كان في هذا المكان وقال زيارته إلى السعودية لم تكن للاقتراض بالدرجة الأولى بقدر ما هي كانت لفتح قنوات حوار معهم خاصة في جانب الاستثمار والتعاون الاقتصادي جرى الحديث فيما بينهم وبشكل صريح لجانب السعودي تصوراته وأيضا استعداده للمساهمة في عملية التوظيف في داخل الأسواق العراقية بعد فترة مستقبلا واستعداد الجانب العراقي للانفتاح أكثر أعتقد هذا السؤال من الممكن أن يعود له الدكتور علاوي فيما بعد ما يتعلق بالشق الثاني أنه الدولة معنية أن تبحث عن إمكانيات لدفع رواتب موظفيها وبالتالي تضع على الطاولة أين تجد هذا المعلم من ناحية مردود النفط نعم ولكن لا يكفي الاقتراض الخارجي العالم في وضع الصعب والاقتراض الخارجي في أكثر الأحيان يأخذ وقت للتفاوض وصندوق النقد الدولي والآخره هناك بنوك ومؤسسات داخلية عراقية نعم لماذا لا هناك البنك المركزي في المفاوضات الجارية أيضا ولأنه مؤسسة مستقلة في داخل الدولة العراقية بكل الأحوال الوضع ليس صعب سوف الدولة تجد الإمكانية والحكومة لتطمين الموظفين وتقديم الأجوبة وليس هناك قلق في الفترات والأشهر القادمة الوضع ليس بهذا الدرجة من الكارثية ولكن الوضع جاد إذا نحن قلقون قلقون للأشهر القادمة قلقون لأنه الإصلاح تأخر قلقون لأنه ما ممكن الاستمرار بهذه المسيرة الاقتصادية دولة رائعية بالمطلق أغلبية مواطنيها موظفين لا وجود لسوق مفتوحة ولا هناك فرصة للاستثمار وسنويا يأتي للسوق العراقي الداخلي سبعمائة ألف طالب للعمل السؤال هو هنا كيف نتصرف مع هذا الواقع وتغيير تجاهاته إن استمرينا فيه فسوف نذهب إلى الهاوية أن نريد نصلح فعلينا أن نصلح جميعا ونتحدث بدأنا الخطوة الأولى ضرورية أساسية بها جانب تعليمي ولكن هذا يدعونا أن نذهب أكثر شكرا جزيلا لحضوركم ونلتقي إن شاء الله في المرات القادمة شكرا